السلام عليكم خوتي اخواتي اتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال والظروف بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة اللي هي وصفة ليلازاني يعني اكلة ايطالية ووصفة ايطالية رح نشاركها معكم هذه الوصفة اللي معتمدة عندي دايما يعني كي ندير ليلازاني ندير هذه الوصفة وما نستغناش عليها خلاص يجو بنان بزاف وبغيت نشارك معكم هذه الوصفة كما راكم تشوفو هنا على بركة الله ونقولوا دايما بسم الله نعطيكم المقادر عندنا هنا الاوراق تعلية لازاني عندنا حبة طماطيش كبيرة ولا زوج حبة طماطيش ومسكرفجين ولا مطحونين ولا مقطعين كما بغيتو عندي مغرفة كبيرة طماطيش مصبرة عندي زوج وحبة بصل عندي ربع نبان ثوم عندي تقريبا كيلو تاع الحمرحي لازي بيس عندي الفلفل لكحل ملح شوية جوست الطيب و بابخيكا وهنا لقيت عطا الفرماج لكم تشوفو فيهم اختياري انا كانوا عندي ديشة في الثلاجة قلت نستعملهم في هذا الوصفة هذه دايما نبغي ندير في هالف خوماج كما تعرفوا يعني الجبن يبنن بزاف الماكلة عندنا هنا يلا سوس بشامال عندي لتر واحد تاع الحليب زوج مغارف كبار معمرين يعني فارينة عندي هنا يالجبن طاري اختياري بغيتو تديرو بغيتو ما تديروش انا زيداتو من عندي عندي هنا يالزبدة سبعين ثمانين جرام هكذا تاع زبدة نحطو المقلة نديرو فيها الزيت بعد ما تسخن نحطو البصل والثوم تاوعنا يتقلاو ونزيدو معاهم بعض الزرودية اللي موريتها نكونش في المقادير سمحولي ما كنتش وجدتها كنت ناسيتها قدرت زوج حبات متوسطين ما هم مصغر ما هم مكبر وانتو مول اختيار تاعكم من يبغي زرودية تقدروا يحتفظ حبات كل واحد زرودية سوف تزيد من الناس لصوص بولونياز تقصو هناك تخصتني زيت 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 مقارنه نديرو الملح ونديرو فلفل الكحل ونخلوهم يتقلاو على النار هدية نضيفها في الوصفة سمحوا لي ثم سخنة الكاسرونة نضيف زبرة ذوب ونضيف زوج مغارف كبار ونضيف الغرب العقل نضيف زوج مغارف ونضيف مغارف سمحوا لي المبتدئات كل مبتدئات المبتدئات للمبتدئات يجب خلطي الحليب من المبتدئات مريحة كل مبتدئات يفتح تقدروا تستعملوا الفوي الفوي فاني كي يساعدكم في الخدمة. ثم اكملنا كامل الحليب اللي عندنا نضع هذا الجبن الطري اللي عندي قد قلت لكم اختيار يعني تقدروا ما ديروش. نستعملوا الفوي كي نكونوا نخلطهم بعد ما نكملوا يعني اتخلاط نستعملوا المغرفة تع العود مرة على مرة نحركوا فيها باش ما يهبطناش الفارينة باش ما تهبطناش التحت يعني وتلسق وتنحرك. مرة على مرة على السبي شمال لازمنا نبقوا على السينة مرة على مرة نحركوا فيها حتى تثقل عنها كي تثقل نطفو عليها. ما تخلوها تغلي بزاف يعني غير تثقل عندكم سيطفو عليها. هنا حطيت الحم على الزرودية والبصل من بعد ما تقلوا. نوصيكم الى درتوا الكمية اللي درتها هنا يا حطو فيها تنجرة ولا مهم حاجة تكون واسعة وغامقة شوية. هنا يا جتني شوية المقلة صغيرة ما حولتم بعد المقلة واحدة اخرى باش يعني نحركوا في فرحتي. هنا نزيد شوية ملح للحم ونزيد الفلفل لكحل عفوا مشي الفلفل لكحل فلفل عكري هي البابخيكا وشوية برك جوز تطيب. الكسرونة على بشامل وسيد زيت فيها شوية في الفلكحل. شوية برك جوز تطيب. والملح. إذا كنا ندرنا الجبن ما نكثروش الملح في لصوصتنا. الجبن اللي عندنا مالح. الفخومج اللي درتوا هنا شوية مالح. ما نديرش الملح بزاف فيها. ودوقه يعني كل واحد ودوقه. هنا زيت شوية بفرماج. جبن ما بشور ولا فخومج غبي. هنا العرف تعز عطرة اللي قلت لكم نسيت ما حطيتوش مع المقادير. نحطوه مع السوس التعنير. التعنير يح يعطينا بنا هيلة فيها. ما كانش توابيل بزاف يعني كان غير فلفل كحل. والشوية برك جوز تطيب. والفلفل عكري. والزعيطرة. هذو هم اللي راحين يعطلونا لصوصتنا. هنيا بعد ما بدل اللون تاعو. يعني الحم تعني بيغير غير اللون تاعو برك. ما نخلوش يطيب بزاف. نزيدو له طماطيش تانيك طماطيش تغلي غلية واحدة برك ونطفو عليها. ما لازمش تطيب. وما لازمش تنشف من المالي فيها. المالي فيها هو اللي راح يساعدنا يعني اللي لازاني يطيبو. نحتاجو يعني هذك المتع الطماطيش. اللي لازاني باش يطيبو خاطر ما راحينش نغلوهم. هنا اللي لازاني ما نغلوهم. مش نحطوهم مباشرة هكذا كيابسين. نحطوهم في الفوق. كما شفتو هنا بعد ما غلت عندي طماطيش. نطفي على الفرن. باش نحتافظو بالمالي فيها. نحطوه في سنيوة اللي نطيبو فيها. نحطو الفرشو اللاصوسي اللولا. نحطو الأورق Gangladas. كما لا يوجد تشاهدو فيهم جافين عن طاقة من Eft يجب أن تزيد الفخومج غابي في الطبقة لا أدرك الفخومج غابي لا أدرك الفخومج غابي هذا القطاع على الفخومج غابي هذا الفخومج اختياري كما قلت لكم لا يوجد شرط في الوصفة غير نازل توبرك تقدروا ترشغر بالفخومج غابي وضعها في الطبقة على 160 درجة نصف ساعة كاملة يعني نصف ساعة قبل نصف ساعة ثم نشعله يتمل فوق والفوق يجب أن يكون سخون مليح يعني سخنة الفور بنصف ساعة ولا 40 دقيقة والفور يجب أن يكون سخون مليح كنا نضع سنوات تعنا يطيب غير ملتحت ومن بعد باش نشعله يتمل فوق يتحمر كما راكم تشوفوا فيه هذا هو الطبق التعنات على نهار اليوم ننصحكم تجربوه يعني وصفة بنينة بزيف ورائعة تنفعكم للضياف تنفع في رمضان تنفع في أي وقت تتكل في الصيف فشتة يعني في أي وقت تقدروا تديروها هناك كانت سخونة بزيف يعني شوية لازم لها كما نقولوا احنا تشاهد شوية باش نقسموها كنت نقسم تنقسم بلكم مليح تكون سخونة بزيف يعني شوية صعيب باش تقسموها وهذه هي الكيفية نهار اليوم ونقول لكم باللي فغيمون بنينة بزيف إلا كان قدرتوا تجربوها غير جربوها ما رايحينش تندموا يعني حاجة بنينة وحتى تتحمر الوجه يعني قدام الضياف وهذه هي نقول لكم لحكتي عن نهاية الفيديو بقوا على خير خوتي أخواتتي إلى وصفة أخرى بإذن الله والفيديو الجاي إن شاء الله يكون معجون الكرموس ونقول لكم نلقاكم في أحسن الأحوال بإذن الله في الفيديو القادم بقوا على خير تهلا وفروحكم خوتي أخواتتي مع السلامة